تطورات متسارعة وتبدل في المواقف وتغير في موازين سيطرة هكذا تبدو الصورة الآن في العاصمة صنعا وهي صورة ليست بالارتجالية العفوية فوراء الأحداث سيناريوهات رسمت وصفقات أبرمت هكذا يرى الكثيرون وتدل تطورات والمواقف الإقليمية فالتحالف العرب الذي يقود حربا ضد شركاء الانقلاب في اليمن منذ عامين بدى في بيانه الأخير منحازا لأحد الأطراف ومبديا استعداده في معاونته ومساندته تحت مسميات وعبارات تذهب في مدلولاتها نحو إعادة ترتيب المشهد اليمني بناء على خيارات الماضي وتتجاوز متغيرات الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة الشباب الشعبية السلمية في العام 2011 فكيف أصبح المخلوع صالح ثائرا بين عشية وضحاها وهو الذي أتى بميليشيا الحوثي إلى صنعاء وذهب بها إلى كل اليمن وكيف سهل التفريق بين من اجتمع معا في توجيه السلاح إلى صدور اليمنيين طيلة الثلاثة الأعوام الماضية وما الثمن المستقبلي لهذه المفاضلة العبثية حاضرا ومستقبلا وهل بإعادة المخلوع إلى واجهة الأحداث يكون تحالف العربي قد أعاد الشرعية إلى اليمن وخلصها من انقلاب الواحد والعشرين من سبتمبر أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عليها إلى البحث في موراء أحداث الصنعاء واستشراف أبعاد نتائجها في المستقبل القريب اشتركوا في القناة